اقدمت ميليشيات الحثي طرف ايران في اليمن على بيع المنازل المهجورة في مدينة الحديدة التي تركها ملاكها وفروا نازحين الى المناطق المحررة بحثا عن الامان ولقمة العيش وقال يحيى دروبي احد ابناء محافظة الحديدة النازحين في عدن ان عناصر الميليشيات باعوا منزله في حي زايد بمدينة الحديدة وعاجز الجيران عن ايقاف عملية البيع واضاف دروبي ان منزله لا تقل قيماته عن 60 مليون ريال وهو ما وارثه عن ابيه ويقع على الشارع الرئيسي للحي ولا يملك غيره وبسبب الحرب اضطر للنزوح مع اسرته الى مدينة عدن واشار الى انه تلقى اتصالا قبل اشهر من احد جيرانه يحث على العودة الى بيته في مدينة الحديدة قبل بيعه من قبل الحثيين واخبره بان الحثيين يبيعون البيوت المهجورة وقال لم اهتم بنصيحة جيراني ولم اصدق او اتخيل ان ذلك سوف يحدث اشتركوا في القناة